السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة هعلمك اول ما الناس تشوفك تقول والله الشخص ده دخل قلبنا عاوز تعمل كده يا صديقي عاوز تكون الشخص ده انا واثق انك مركز معاه دلوقتي وعلشان كده هتركز في النقطة الاولى اللي هتكلم فيها النهاردة هي الابتسام اول ما تشوف الشخص اللي قدامك ابتسم في وجهه انه في الابتسام صدقة فمهم ابتسامتك تكون بتعبر عن اللي جواك ما تكونش ابتسامة مزيفة او ابتسامة صفرة عود نفسك على طول اول ما تقابل حد ابتسامتك تكون جميلة ورائعة بتعبر عن المكنون الداخلي اللي موجود جواك طب ليه الابتسامة؟ لان الابتسامة بتكسر حاجز الجليد ما بينك وما بين الاخر وحاجز الجليد ده هو الحاجز النفسي اللي الشخص بيحطه معاك لو هو لأول مرة يتقابل معاك او مفيش ما بينكو توافق فبالتالي علشان تكسر الحاجز ده مهم جدا انك تبتسم في وجهه لما يجي يعرف نفسه انصت وابتسم ولما تيجي تعرف نفسك ابتسم وتحدد فالنقطة الاولى ده في غاية الخطورة وطبقها من النهار ده هتلاقي مرضودها انشار رحماني النقطة التانية ده مهمة جدا لازم تكون شديد التركيز والانتباه بنظرة عينك مع الطرف الاخر لازم اكون مركز مع الطرف الاخر بنظرة عيني لان لو انا بحيد عنه او مش مهتم بيه بنظرة عيني فبالتالي الشخص هيشعر بعدم الراحة ومش هيكون متقبل كلامك ولا متقبل وجودك فمهم جدا لو عاوز توصل للطرف الاخر انك مهتم بيه وتخليه يشعر بالحب جواه مهم ان عينك تكون حدة جدا وتركيزها منتظم جدا في عين الشخص اللي قدامك والنقطة التالتة ودي ايضا مهمة انك بتعطي كامل احاسيسك ومشاعرك للطرف التاني بتكون معاه في التو واللحظة بتستمع ليه بتنصت ليه مهم جدا انك تعرف وبيقولي بالزبط علشان تعرف تتعايش معاه تحل مشاكله تتعامل معاه باحساسك تستشعر وجوده تستشعر احاسيسه لما يجي يحكي لك عن الموضوع مهم جدا انك تعبر له وتبين له قد ايه انك مهتم ومتأثر بالموضوع اللي هو بيتكلم فيه ودي نقطة في غاية الخطورة ولو طبقتها من النهاردة هتلاقي كل شيء رائع ايجابي في التواصل مع الاخرين بيحصل في حياتك ان شاء الرحمن والنقطة الرابعة هي عدم التململ والاحباط وعدم الاهتمام ماينفعش يكون الشخص اللي قدامك بيتكلم معاك وتفضل تروح شمال ويمين بلغة جسدك او تغير اتجاه جسدك في اتجاه اخر عن الطرف التاني فده بيشعره بعدم الاهمية وانك مش مهتم الكلام ومش مهتم الوجوده ماينفعش تمسك الموبايل وانت قاعد بتتكلم معاه معناها عدم الاهتمام ماينفعش يكون بيكلمك في موضوع حساس وتنتبه في شيء اخر غير الانتباه مع هذا الشخص والتململ بيظهر من خلال التتاوب ايضا التململ بيظهر من خلال حركة الجسم السريعة اللي بتحصل تغييرك لموضوعك او تغييرك لمكانك مرة والاخرى اثناء اللقاء ده بيشعر الطرف الاخر بعدم الاهتمام فمهم يا صديقي تركز مع النقطة دي بعد كده